هذا سائل يقول هل يجوز مس إطار ورقة المصحف بدون وضوء؟ هل؟ هل يجوز مس إطار ورقة المصحف بدون وضوء؟ مس أطراف المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز مس المصحف وما يتصل به ما يتصل بالمصحف بدون وضوء نعم أما إذا كان في تابوت أو في كيس ويحمله فلا بس أما مباشرة المصحف مباشرة يلمسه أو يلمس ما اتصل به من قطائع وجلد ألا يجوز هذا إلا على طهارة لا